السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين في هذا المقطع ان شاء الله سننتحدث عن خبر وتم تأكيده من احد المطورين من شركة روكستر يقول ان لديهم خطة لقلب نظام شراء الممتلكات والعقارات ولكن الامر لن يتم بهذه السرعة وما زال هناك المزيد للتقديمه لللاعبين قبل توفير هذه الميزة القديدة وعلق مصمم عالم اللعبة ردد سكوت بوتشارد نريد ان نقلب نظام شراء الممتلكات والعقارات في مرحلة ما في المستقبل ولكن مرة اخرى جزء من سبب تأخير ذلك هو اننا لا نريد الاستعقال في تقديمه في وقت مبكر جدا نريد ان يعيش اللاعبين مثل الخارجين عن القانون في الغرب المتوحش ولو نريد التخلي عن المخيم في الوقت الراهن نريد ان يكون المخيم شيئا مهم لكل لاعب يهتم به طوال الوقت وسنطلق المزيد من التوسعات لتحديثه ونقعلك تتفاخر بمظهره الجديد المميز انه معسكرك الخاص هذا هو مخيمي وذلك هو معسكرهم نحن لا نريد ان نترك ذلك بشكل سريع يعني نفس الموضوع لما كان ارثر مورغن والجماعة يتنقلوا بالمخيم من مكان الى مكان يعني في هدف وثاني حاجة اذا حطوا الممتلكات اللعبة ستنتهي بسرعة فعشان كذا هم يريدوا يطولوا الموضوع قال احد المطورين علق على الامر بان اضافة نظام شراء الممتلكات والعقارات في الوقت الراهن قد لا يكون مناسب جدا وذلك لانه يتطلب منا اضافة الكثير من الاعمال والمهمات التي ستوسع عالم اللعبة ونظام اللعب لذلك لا توجد حتى الان خطة لاطلاق لهذا التحديث في الوقت القريب وقد يستغرق ذلك بعض الشيء وقتا اطول ايضا كشف المطورين ان لديهم خطة لاطافة نظام التقاط الصور وجعلها متناسبة مع بعض الخصائص والاعمال الاخرى التي ستصدر للعبة نحن نعلم ان نظام التقاط الصور متوفر فقط في طور القصة من خلال تلك الكاميرا التي يعثر عليها اللاعب خلال تقدمه في اللعبة وقال باتشارد تصوير الفوتغرافي والسماح للعبين بلتقاط مغامراتهم ولحظاتهم امر مهم للغاية بالنسبة لنا والتأكيد من تحسين تقابة اللاعبين في طور الان لاين الخاصة باللعبة وتحدث ايضا المطورين عن اضافة طور السطو هايست الذي يمتلكون له خطة كبيرة ايضا ولكن لن يتم مرة اخرى الاستعقال في طرحه في الوقت الراه انه سيتم اطلاقه في المستقبل يعني راح يكون هناك في توسعات كبيرة وفي تحديثات قادمة للعبة ولكن راح تاخذ وقت طبعا هذه الاخبار اللي حاليا متوفرة من المطورين حبينا ان نشارككم فيها وشكرا لكم على حسن المتابعة اعجاكم والله